بسم الله الرحمن الرحيم ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم مذاب مبين وإذا تتلى عليه آياتنا ولأ مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقران فبشره بعذاب النليم إن الذين آمنوا وعبروا الصالحات لهم جنات معين خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دهب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لبنه وهو يعظه يا أغني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم العظيم ووصينا الإنسان بوالديه حبلته أمه وهنا العلاوه وفصاله في عامين أن يشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا مني إنها إن تكون إثقال حبة من خردل فتكون في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا مني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصفر على ما أصابك إن ذلك من رزم الأمور ولا تصعف خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مقتال فقور واقصد في مشك واغضر من صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سغر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعاما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مرير وإذا أقيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجده إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعرة الوثقى وإلى الله عاقبة الوهور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبرهم بما عملهم إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نغطرهم إلى عذاب غلير ولئن ساتهم بل خلق السماوات والأرض ليقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغري الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة النقلام والبحر يمد من بعده سبعة ومحا ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فسطر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسامة وأن الله بما تعمدون خمير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دوره الباطل وأن الله هو العري الكبير ألم تر أن الفلك تجري في المحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صفار شكور وإذا أغشيهم موج كالظلر دعوا الله بصيرنا ودين فلهم لا نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتها إلا كل خدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لأيجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الأرض إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يكونون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة يهياب ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ورق ولا شفير أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان بقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيد ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السماء والأبصار والأفيدة وليل ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بالقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم بلك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وصلنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا لنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق الهول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لطهر وراء يومكم هذا إنا نسينا كفر وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قوفا وطمعا ومما رزقناهم يؤنفقون فلا تعلم نفس ما أفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستكبرون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يقتنفون أولم يهدنهم كم أهلكنا من قبرهم بنلقون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أولم يروا أما نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه ونعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر